اشتركوا في القناة التي تناولت زيارة وزير الصناعة والإنتاج السيدلاني علي عونة لولاية باتنا وقالت أن الوزير يستعجل إنجاز مصنع باللورات الأنسلين التابع لمجمع سيدال والذي أعلن المسؤولون عن بداية مرحلة الانتاج بها خلال 36 شهراً ليكون المصنع الأول من نوعها الذي ينتج المادة الخامة الأساسية لتصنيع الأنسلين كما تطرقت الصحيفة لبقية النقاط في زيارة الوزير لولاية باتنا قائلة أنه سيتم توسيع مصنع سفائح السيراميك لرفع طاقة إنتاج شركة تيكنو سيرام والتوجه بعدها للتصدير يومية الوطن من جهتها نشرت تقريراً عن الحرب الوحشية التي يشنها الكيان الصهيونية على الشعب الفلسطيني وقالت تحت عنوان مئة يوم من الفضائع في غزة أن الحرب التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة خلفت ما يقارب 24 ألف قتيل خلال المائة يوم الأخيرة وأن 35% من المنشآت والهياكل القاعدية في القطاع المحاصر تم تدميرها عن آخرها وقالت الصحيفة أن المجاعة تهدد 800 ألف فلسطيني جراء العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني أما جريدة الخبر فقالت أن ما لا يقل عن مليون موظف في قطاع التربية سيستفيدون من زيادة في الأجور بأكثر من 6 ألاف دينار وهي الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية لفئات واسعة من الموظفين ومن بينهم عمال قطاع التربية والتعليم وذلك بالإضافة إلى تثمينات أخرى للمنح والعلاوات وامتيازات وتعويضات سوف يتضمنها القانون الأساسية لعمال قطاع التربية المنتظر صدورة قبل نهاية شهر جونفي الجاري ونقلت الصحيفة عن نقابات القطاع تثمينها للزيادات في الأجور والتي تراوحت حسب الصفة بين 3500 و 6000 دينار جزائرية في رواتب عمال التربية يومية لوسواغ دالجيغي تحدثت عن مادة غذائية أساسية على موائد الجزائريين وقالت أن الإنتاج الوطني من اللحوم البيضاء سيلبط طلب الداخلية خاصة مع اقتراب شهر رمضان بحسب ما نقلت الصحيفة عن المجلس الوطني ما بين المهن لشعبة تربية الدواجن وأوضحت الجريدة أن ما تتوفر عليه المداجن حاليا من صيصان وكتكيت سوف يسمح بتوفير اللحوم البيضاء المحلية مع حلول شهر الصيام وهو الأمر الذي يسمح بتجنب اللجوء لاستراد تلك المادة من الخارج صحيفة الحياة نشرت من ناحيتها خبرا حول إطلاق سبعة مشاريع لربط مخازن الحبوب بشبكة السكك الحديدية وقالت أن ثلاثة من تلك المشاريع سيتم تسليمها قريبا من طرف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية أنسريف وأوضحت الجريدة نقلا عن مصدر من الوكالة أن ثلاثة مشاريع بكل من الخروب في ولاية قسنطينة وبوشقوف في ولاية قالمة وبازول بولاية جيجل من ضمن المشاريع السبعة سيتم استلامها قريبا لربط مخازن الحبوب بالشبكة في إطار السعية لرفع قدرات التخزين جريدة الفجر التي نختم بها عرضنا لأهم مجاء في الصحافة الوطنية من أخبار اقتصادية تحدثت عن انطلاق الرحلات الجوية بين الجزائر وبيروت مع عودة الجوية الجزائرية إلى العاصمة اللبنانية بمعدل رحلتين أسبوعيا كل أحد وخميس ومنها نحو مطار اللاذقية في سوريا وذلك مع بداية توسيع مجال تواجد الشركة الوطنية للنقل الجوي بهذا نص المشاهدين الكرام إلى ختام عرض مواضيع الاقتصاد في الصحافة لنهار اليوم والذي تناولنا فيه بعض الأخبار الاقتصادية التي تناولتها الصحف الصادرة هذا الصباح متابعة طيبة لبقية برامج قناتكم الاقتصادية الأولى ابقوا معنا